وحتى يمكن في كده كلمة النهاردة في افتتاح النهاردة الحدث ده كان حتى فكرة دايما ان انا بأكد على انه مواهب انت عشت في مصر ومنطق مصرية فعارف انه معظم او اغلب حتى المواهب والمبدعين طالعين فعلا من الصعيد فانا انا نهاردة بتكلم عن اتاحة فرصة كبيرة جدا جدا لاخوتنا وابنائنا واحفادنا زي ما كابتن طبعا خطيب كان بيتكلم النهاردة انه النادي الاهلي يقوم بدوره ده 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 حقه على المحافظات دي طبعا هي الفكرة انه الاول كان فيه مدارس كورة تتنشئ مثلا او مثلا اكاديمية النادي الاهلي في الوصر او في اسوار او كي دلوقتي مش انت بس مش بتخدم كرة خدم انت بتخدم كل الاعال صحيح صحيح فدي ميزة كبيرة يعني اهل الصعيد انا متأكد نهما بيجوا القاهرة مثلا فيه ناس بيتمنوا يخشوا النادي الاهلي وكان فيه ناس كتير يكونوا عايزين ندخل مثلا زيارة في النادي الاهلي دلوقتي النادي الاهلي بقى موجود ما تشط تلعبه هناك الكابتن رمزي كمان محنا بنتكلم النهاردة عن اكبر ملعب في الصعيد كله موجود النهاردة في الفكرة وشأة كاملة موجود عليها شعار النادي الاهلي هناك ده حاجة رائعة قتيح فرصة كبيرة بس مش في كرة القدم في كل الاعال كل الاعال طبعا واكتشاف مواهب والناس طبعا في الصعيد انت عارفة في مواهب كتير مليانة طبعا طبعا في نجوم خرجوا من الصعيد على مستوى المنتخب مصر على مستوى كمان الثقافة على مستوى يعني دايما مصر ولادة وخاصة ان الصعيد يعني عندهم عندهم موهبة فطرية كده في الكرة كمان بزادة